موسيقى مشاهدي عزيزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير وهلا ومرحبكم في حلقة جديدة من برنامجكم زمن الرياضة وزمن الرياضة في هذا المساء العديد من المواضيع ولكن سنتحدث في جزء كبير منه عن مباراة الهلال وبلوتينيوم الزنبابي في مباراة الفريقين ضمن المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا وأيضا سنتحدث عن مباراة المريخ والهلال والعالمية مع الزميل سالم سعيد بداية نرحب الزميل والمحل الرياضي كابتن إبراهيم سليمان مساء الخير وهلا ومرحبا بك مرحبا بك سالم حتصف سعيد أننا أكون معك أتمنى أنه قد مضافة طيبة إن شاء الله أهلا مرحبا بك وزمن طولنا منك نعم أنا طولت ومشتغلت معك اشتغلت في البرنامج في فترة قيامة أنا كان وكنت غايب سعيدين اللي تكون معنا وكابتن إبراهيم هنبدأ بمباراة المريخ لصدافة الهلال على ملعب الخرطوم بداية تحول المباراة من ملعب المريخ لملعب الهلال أنا سمعتك ألام كتير جدا وإنت أكيد عندك خبرات وتجارب أستاذ الخرطوم نجيل الصناعي بيحتاج لها شيء محدد هل بدأت تحويل المباراة كان فيه أثر على المريخ؟ طيب هو بالتأكيد أن أرضية أستاذ المريخ هي أسوأ من أسوأ أرضيات الملعب الآن في السودان وأكيد برضو أن أرضية أستاذ الخرطوم أستاذ المريخ وأستاذ الخرطوم برضو أرضية أستاذ الخرطوم هي أرضية سيئة طيب الموضوع في مجمله فيه أطراف كثيرة متنازعة طيب بالنسبة لفريغ الهلال فريغ الهلال لا يفضل اللعب في النجيل الصناعي لأنه الهلال ملعبه فيه نجيل يعتبر هو الأفضل الآن في السودان هو ما ممتاز لكن هو الأفضل نعم نسبياً وبيفضل دائماً أنه يلعب فيه النجيل الطبيعي اللاعبين نفسهم وخاصة اللاعبين البعانوا من إصابات والعايدين من إصابات دائماً بيفضلوا أنهم ما يلعبوا في النجيل الصناعي ومعظم الإصابات يعني اللاعب نزار حامد على فكرة الإصابتين حدثوا له حدثوا له في نجيل صناعي يعني مرتين هو يصاب بسبب النجيل الصناعي عادةً اللاعب العايد خاصة من إصابات الركب اللي هي الرباط الصليبي أو القضاريف أو كده يعني بنصحه الدكتور أنه ما يلعب في مجيل صناعي بالنسبة لفريغ المريخ فريغ المريخ استاده سيء جدا ده موضوع ما عليهه خلاف وعلقنا عليهه من بداية الموسم لو تذكر في حلقة هنا أنا قلت لك أن الطريقة نفسها ما بيها اختيار الملعب الملعب أنت بتتكلم نمر واحد عن أرضية الملعب يعني لو نتحدد أنه هلل الاستاد الفلاني يلعب فيه الدول الممتاز نمر واحد يتكلم عن أرضية الملعب بعد كده تتكلم عن المرافق المرافق الموجودة في الملعب خاصة فيما يلي اللاعبين يعني غرف اللاعبين وغرف الحكام ووضعية الحمامات فيها والدخول لها والخروج لها ومن الأشياء الهامة جدا برضو السلامة ودي أنا أعتقد أنه ما قعد يهتم بها بصورة نهائية يعني ما قعد يهتم بمسألة السلامة اللاعبين والتحكيم والجمهور نفسه لأنه سلامة الجمهور على فكرة جزء من مسؤولية الحكم يعني الحكم مسؤوليته مر تنتهي باللاعبين الجو الملعب لا حتى سلامة الجمهور لو حصل أنه في مشكلة على الجمهور بينهي المباراة أو يعلق لحماية الجمهور برضو أو زول من الجمهور إذا حصل أنه لا يظرف من الظروف الأشياء كلها نعتقد أنه في معظم استاداتنا هي غير متوفرة لكن أن إحنا بطبعنا ما عندنا اللجان بتاعتنا ما عندها جرى أنها هي تقول لا الاستاذ الفلاني لا يلعب فيه والاستاذ الكذا يعني بتدخل جهات كثيرة يعني في تجاوزات كثيرة ولذلك أنا أعتقد أنه هذه اللجنة من اللجان المفترض يتم اختياره بعناية ويتم تثبيتها يعني تقول لجنة سابتة فيها ناس ذات عندها معرفة بالاستاذات والمتطلبات والفريغة الما عنده إمكانية الاتحاد هو اللي يحدد مش يقول له أطلب حدد أو اختار ملعب بديل لا الاتحاد هو يحدد يقول لأخي أنت هتلعب في الحتة الفلانية أنت من كادوغل إن شاء الله يقول له من كادوغل هتنبش تلعب في حلفة القديمة صح ده الاتحاد هو اللي يحدد ولا زبط أنه يكون هو قوي ويقدر يفرد سيطرته على الفرق المريخ فكر في استاذ الخرطوم ودي طبعا موضوع أي زول عارفه المريخ يتفاعل باللعب في استاذ الخرطوم أمام فريق الهلال وانا سمع لا استبعت أن مباراة المريخ المريخ الأسبوع المقبل لزي اللاعب خاري الخرطوم أول مباراة المريخ هيعود لإستاذه ويقول له أنه اكتملت الصيانة الصيانة هذه المفترض كانت تكتمل قبل مباراة الهلال والمريخ أضف لذلك النجيل الصناعي حقيقة بيأثر في شكل أداء الفرق خاصة بتاع استاذ الخرطوم يعني مثلا في القباري فالملعب شوية جديد شكله في عبرة أنت بتقدر تلعب كورة أجمل لأنه أرضية مستوية النجيل نفسه للسطاري لكن أنا أعتقد أنه ملعب استاذ الخرطوم مستهلك فيه مشاكل كبيرة نعم طيب بل إذا ماشينا للمباراة والفنيين يا ريت تتكلمنا عن مباراة فنيين من التشكيلة ومصاحب حدث عن محمد صاحب المباراة لاحقا ولكن هنتقدس فنيين بداية المباراة وتشكيلة الفريقين طيب هو قبل المباراة أنا حقيقة يعني الأول مرة أنا يتيعليه هلال مريخ بيجوا الهلال والمريخ خليتنين كل واحد ثم مشفق على فريقه كل واحد شايف أنه فريقه سيء وأنه الثاني أحسن منه لكن أنا في رأيي أنه الفريقين هما ما كانوا في ظروف جيدة طيب دي طبعا ركلة الجزاء الأولى ما بتقدر تقول إنها هي خطأ من لاعب لأنه ده قرار يتخص في أجلة من ثانية وشاهدنا يعني في أحيان كثيرة شاهدنا لعبين على مستويات على حتى من 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 قبطين أطهر بيلعب في أندية كبيرة بيكون عندهم يعني مشكلة في أنه يتخذ الغرار السليم في توقيت معين الكورة لما بدأ الشوط الأول أنا فراهين هو كان يعني متوازن بين الفرقتين بأفضلية نسبية لفريق الهلال لأنه كان عنده فرص أكتر بعدين دايما الفريق اللي بيخسر ويعود ده هو الفريق الأفضل هو ده الفريق الأفضل يعني أنت في الأول خسرت هدف وعدت في المباراة معنات أنت بزلت مجهود أفضل نفسيا بيتكون أفضل الهدف برضو ركلة جزاء أنا في رأيي أنه كان فيها تهاوم كبير من مدافعي فريق المريخ يعني ضياء الدين طريقة تقدم لمحمد موسى كورة من الأول ما كان تحس أنها هي كورة خطيرة ممكن تجي منها ركلة جزاء لكن بعد كذا كان التعامل ما كان سليم يعني وجد محمد موسى فرصة في أنه يتقدم وجاءت ركلة الجزاء طيب مع بداية الشرطة الثاني حصل الإضاءة خفتت في الملعب واضطر الحكم أنه هو يوقف هنا في رأيي أنه كانت النقطة المفصلية في المباراة بعدها تراجع مستوى الهلال بصورة كبيرة يعني بعد عودة الكهرباء ظهر المريخ بشكل أفضل وكان واضح أنه هو الأقرب لأنه هو يعني يسجل في المباراة ودلي حدب مدرب الهلال أنه يجري تبديلين قبل ما المريخ يجري أي تبديل وأجر تبديلين بدغول نزار حامد بديل لوليد الشعلة وموفق بديل لصهيد السعلب ودي في حد ذات عندي على تحفظات لأنه تبديل موفق كان في الأول وغير طريقة لعب الهلال يعني الهلال بدلا كان لعب بأربعة أربعة أتنين يتغير طريقة لعبه ليه أربعة ثلاثة ثلاثة وطبعا اختيارات الأسماء ذاتة فيها كان جدل كثير في أنه منهم مفترض يلعب ومنهم ما يلعب ده بالنسبة ليه فريق الهلال وإذا طبعا دائما امتصر بالنسبة للفريق الخسرات المريخ انتصر في المباراة طبعا نقول باحتبار أن المباراة يعني دي النتيجة انتهت عليها المباراة وإن كان طبعا مباراة كان فيها فضل فيها حوالي يعني ممكن تلتي ساعة ما ما يتلعبت بسبب توقف الإضاءة وكان ممكن تحصل فيها أشياء كثيرة خاصة بعض طرد اللائب عبداللطيف بوي طيب لو لاحظنا الكرة زي ما قلت لك ما في خطورة يعني ما فيه لو مرر لسليم سليم متسلل لو مشى لقدام في عمير كامل عمير كمال فهو حتى هو كان خارج يعني ما كان داخل على المرمى يعني لاحظت هو كان ماخد زاوية نعم هو من فرصته بمكانه ده من الصعب جدا أنه كان يسجل لكن تدخل أنا رأي أنه تدخل ضياء الدين كان فيه شيء من التهور وبالتالي استعد يعني إيجاد مكان غارق ومكان شيء كمال احتمال لا هو في الآخر شوف أنت ما أنا زي ما قلت لك دايما في الكورة أنت في قرارات كده يعني بتتخذها في زمن ضيء جدا يعني بتجيب تقول والله أنا كان إيشان كده أنا دائما قصة أنه 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 المدري بيقوم يقف لللاعب بيقول يا أخي يا أخي ليه دربته أو ليه عملتك كده أنا بحتبره ده ده خاطئ يعني حارس مثلا نطيش أن استلمى الكورة ومسك الكورة الكورة وقعت من يده فقط ما في حارس بيقصود يعني أنه هو دينه على الأخطاء المبتغي ما أنه الحارس ده سيء ولا كعب لكن لا الحارس المفوض وطلع ما طلع ده خطأ ده ما أعرف هو المفترض التمرقز ما سليه مثلا لكن في نوعية أخطاء ما فيها أنا طيب الهدف طبعا الهدف الثاني أنا بالنسبة لي لفريق يعني بيجهز نفسه لللاعب في البطولة الأفريقية فيه أخطاء بالجملة طيب أولا شوف اللاعب نزار حامد أين النزار حامد كان واقف قدام اللاعبين كلهم يتلعبها تلكورة من خلفه ما تحرك للكورة بس اكتفى بينه وقبل شاف الهدف كامل زيه وزي بقية المشاهدين أبو عقل ومحمد معتصم اللي هم كانوا مراقبين رمضان عجبوا سيف تيري لما اللاعبين ارتقوا للكورة هم واقفين يتحركوا من جبهم ما فيهم واحد يتحرك فيه لعبين الكورة ما وصلتهم اللي هم عبداللطيف بوي وفارس ديال كانوا في الجانب الآخر اللي هو خارج اللعبة يعني اللعبة تلعبت في الحتة القدامة أنا أتصور أنه إماد الصيني نفسه نفسه بصورة مميزة يعني الركلتين السابتتين نفسه نعيمات بصورة ممتازة ونتج عنهم هدفين هو كان يعني اللاعب يعني هو أنا فراهين هو كان الحصان الأسود بالنسبة لفريق المريخ في المبارد نعم إذا تكلمنا عن اللاعبين المريخ هو الفريق المنتصر يلي تتكلم شوي عن وسط المريخة اللي الناس بتتحدث عنه إنه بيتميز بإدنماكية في الصغر في السن في حركة خاصة قبل أن تكلمنا عن النجلة الصناعية وحركتهم متحكم في كور محمد الرشيد الصيني ضياد دين طيب هو المريخ طبعا اللعب في هذه المغاراة أنا في رأيه يعني جمال ابعنجة لعب باحترام كبير جدا لفريق الهلال على العكس تماما فراهين وصلاح محمد آدم ما أدى المريخ يعني قيمة كبيرة لعب مباراة مفتوحة لعب مهاجمين وخلفهم اثنين صانعين ألعاب ما عندهم مقدرات دفاعية كبيرة هم صهيب سليم وقدام وليد ومحمد موسى الضي ولعب اثنين لعبين مهور عندهم النزعة الهجومية يعني عندهم المقدرة لأنهم صاح لعبين وسط مدافعين قوية لهم محمد دراج وابو أغلى لكن برضو عندهم حتى ظهيرين الجنب عندهم هم أصحاب نزعة هجومية هم أطهر وفارس شوف على العكس تمام مثل المريخ لعب على الظهير الأيمن حمزة داود هو في الأصل قلب دفاع من أجل التأمين للجانب الأيسر لعب محمد مبدو ظهير أيسر ما أنا فرأيه ما بيختلف كثير عن فارس في مواصفاته هو صاحب نزعات هجومية برضو لعبه أمير كمال وصلاح نمير مدافعين قويين في وسط الدفاع لعبه ثلاثة لعبين في وسط الملعب الثلاثة أنا رأيه أنه هم أصحاب نزعة دفاعية وأصحاب مجهود كبير هم عماد الصيني ومحمد الرشيد وضياد دين محجوب الثلاثة لعبين قوياء أصحاب مهارة عالية هم لعبين وسط حقيقين يعني أنت لو تتكلم عن لعب الوسط المتكامل الثلاثة لعبين في الأصل ممكن يلعبوا بوكس تو بوكس يعني يقوموا بأدوار دفاعية وهجومية يوصلوا في نفس الوقت لما تلعب بثلاثة لعبين زي ديل مع سيطر على وسط الملعب يتديك إيجابية كبيرة جدا في وسط الملعب حتى لو تمركز اللاعبين في الفريق الخصم حتى لو الصانعين اللاعب في الفريق الخصم هم أصحاب مهارات عالية أنت بتقدر تحد من هذا الأمر بالديناميكية الكبيرة في وسط الملعب وإمتلاكهم الكورة صحيح أضيف ليهم أمامهم كان رمضان عجب برضو هو من نوعية هؤلاء اللاعبين يعني رمضان في الأصل هو لعب بوكس تو بوكس نعم وأتيش على الجانب الأيسر اللي كان برضو بيقوم بأدوار في وسط الملعب واكتفى بسيف تيري وحيدا في خط الهيوم سيف تيري الوحيد في خط الهيوم كان بيراغبه إما بوي أو محمد معتصم لما يكون محمد معتصم يضطر يرجع معه محمد دراج على الجانب الأيمن مريخ ما لعب بأجنحة بصورة كبيرة يمكن رمضان على الجانب الأيمن كان ملخزن بدور الجناح لكن التش كان في منظم الأحوال بتواجد في وسط الملعب تلقى أطهر لحظة استلام الكورة هو مرتاح لكن الزيادة العددية في وسط الملعب عاقد أدا لعبين الوسط صهيح بس أعلم أنه كان ضيف في المبارد لحد ما غادر يعني اللعب الوسط الحقيقي الشاهدناه في فريق الهلال هو كان سليم سليم الوحيد كان بيستلم بيمرر بيراغب بيحاول يبزل وبدأ المجهود كبير جدا في رأيه في المباراة وده الخلف مع منتصف الشوطة الثاني قال له مجهوده كبير يعني بصورة كبيرة لو المبارست مرة أتوقع أنه كان يكون التبديل البعد في فريق الهلال هو خروج سليم لأنه خلاص كان وهو ما عنده خبرة كبيرة في مباريات هلال مريخ والمباراة هلال مريخ يلعبه طيب نحن قبل ما نمشي للهلال وبلوتينيوم نتكلم منه من اللعبين اللفط نظر من الفريقين طيب أنا بالنسبة لفريق الهلال أنا في رأيه أنه عبداللطيف فوي لعب مباراة كبيرة جدا على مستوى الأداء الدفاعي وسليم ومحمد موسى أبضي هذا كان الأفضل في فريق الهلال بالنسبة لفريق المريخ ضيادين محجوب وعماد الصيني لعبه مباراة كبيرة جدا إضافة لرمضان عجب وهو بالتأكيد هو نجم المباراة بما بازلوا من مجهود خجومه ودفاع على فكرة يعني كان بيقوم بأدوار دفاعية كبيرة جدا بجانب حمزة حمزة نفسه رأي أنه قدم مباراة كبيرة جدا على الجانبين يعني على مستوى الأداء الدفاعي والهجوم على رغم أنه ما هو المرة طبعا يشارك كظاهير أيمن يعني أشارك أكثر من مرة كظاهير أيمن لكن ظهر بمستوى طيب في هذه المباراة طيب إذا تكلمنا عن الأحداث يعني الأحداث التي حصلت هل بتفتكر أنه كان يفترض يعني في لغطة والكل تحدث عن أنها كانت واضحة والكرت مستحق والحديثة التي دار في الميديا هل بتفتكر كان الأحداث يصل لهذه الدرجة طيب أنا تغييمي بصفة عامة لأداء الحكم سموال في هذه المباراة إنه كان ممتاز نعم طيب لو أخطأ لو أخطأ سموال في طرد عبداللطيف فوي ما أخطأ بإنزاره في المخالفة التانية هو أخطأ بإنزاره في الحالة الأولى اللي أنزروا فيها هو حمزة داور باعتبار أنه هو يعني من خلال اللقطة هو لم يعتدي على حمزة لا لفظيا ولا بدنيا يعني ما شاهدناه هو يعني عمل حاية تستحق أنه هو ينزر وهو في الأصل ما هو صاحب الخلاف هو لا هو بالعكس هو جاء أبعد غاية كلمة ما في أشياء ما ممتدع فهي دي أنا في رأيي أنه تقدير الحكم ليها ممكن يكون يعني ممكن كان يكون أنه هو عايز يضبط لأنه كانت في مرحلة متقدمة من عمر المباراة وهو داير أو مرحلة مبكرة من عمر المباراة هو داير يعني 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 يفرض يعني يفرض ترقى حتى لأنه ممكن يعاقب عليها بالطرد بالطرد المباشر فما هي ما عليها خلاف ردة الفعل أنا حقيقة الشيء المستغرب ليه أنه ردة الفعل لي ما كانت في الهدف يعني الهدف يعني حتى الناس الشاهدته في التلفزيون ما بالك بيشاهدوه في الاستاذ داخل الملعب إلى الآن في جدل عن أنه الهدف درى هل هو تسلل أو لا تسلل أنه سيف تيري كان متسلل ولا ما متسلل رمضان عجب لما جاء سيف تيري الداخل في اللعبة هل يعاقبه بالتسلل أو لا يعاقبه بالتسلل ده كان الجدل في الهدف الثاني لكن لو لو إحنا بنتكلم عن حالة الطرد أنا ما أعتقد أنه فيه سبب بيخلي الجمهور ينفعل من استهازة الانفعال أضف لذلك في حاجة أنا فرأينا مكانة طبيعية أنه إحنا بنحضر كورة وتابعا يعني الجمهور ينفعل في لحظة صح وبيقوم بيبتدي يعني يغذف الميدان بالحجارة وبالقارولات البلاسيكية وبالقصب زمان لما في قصب وهكذا لكن بمجرد ما تتم تهديئته خلاص ووقفة الهصة دي تاني ما بيرجعوه إلا إذا تجدد الأمر بحالة جديدة حاجة دي ما حصلت يعني إحنا شهرنا مصطفى جوي وما في زول جدع حاجة وخلاص الوضع كان أنه كورة حتستأنف بمجرد ما مشهدارين يستأنفوا اللعب حصل ثاني إنه ابتدوا يجدعوا مرة ثانية وفي اللحظة دي يعني البوليس ما أدى فرصة زاته لأنه بعد ذلك إنه ثاني تحصل أجاوي طوالي مباشرة تم فضل الجمهور بالقاذ المسائل للدموع فأنا في رأي إنه هي دي المسألة قريبة يعني السلوك ده ما غريب على ملاعبنا بيح الملاحوال يعني يعني كلامنا مشه ولا نقول في الثلاثين سنة الأخيرة إحنا متكرر نقول في السودان في مباريات هلال مريخ دي حتى يعني يجبون الناس يقول لك أنا والله بحضر مباريات الهلال كلها لكن هلال مريخ أنا ما بدخولها لأنه فيها فيها مشاكل وفيها نعم يعني ممكن أن تلاحظ يعني المشجعين ولا يعني 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 برضو فيه جهل عندنا كبير جدا يا يا كابتن إبراهيم هو شوف هو طبعا أنت في أحيان كثيرة بتطلع يعني زي من قول تخرج عن طورك ويعني بتبتدي يعني بتعمل حاجة مرات أنت ذاتك تقول أنا أعملت كبير بعد ما طريق تندهش لكن شوف السلوك ده تكرر كثيرا في العالم حتى في مباريات ما فيها أحداث يعني في أحيان كثيرة ما قعدت تكون في سبب يختضي أنه يعني فيه ناس بيدخلوا بس بحصا عن الشهرة صح عامة تنميقة ما في تركيز عليها أنا من الأشياء يعني البعيبة على مخرج المباراة وعلى معلق المباراة أنه هم احتفوا بما فعلوا هذا المشجيع سلوكا تابعوه تابعوا مراوقته للمدافعين للاعبين الإله للأمن هم بيحاولوا يعني يمنعوه عن أنه هو وتطعا سلوك جيدا من اللاعبين أنه أنك أنت تحمي حكم المباراة لأنه هذا الوضع الطبيعي يعني أنه اللاعبين يتعاملوا معه شوف الناس أنا أعتقد أنه هنا ما كان فيه سبب يعني العوضاح كانت مستقرة حتى بدأ مسألة البومباند محمد الرشيد أعتقد أنه أصيب حجر هي كابتن إبراهيم في مشاهل كثيرة جدا حصلت أصناع المباراة يعني في حديث بيدور عنه حتى في رشغ لقوات الشرطة يعني ممكن في بعض الشرطة فيه إصابات يعني الشي اللي بحير يعني ما كان فيه احتجاج على الهدف ما كان فيه احتجاج يعني شي غريب يعني شوف أنا هو شوف هذا السلوك جملة وتفصيلا مرفوض في كرة القدم وفي أي حدة قصة أنه أنت بتأخذ حقك بيدك دي دي انتهت ده سلوك بتاع القرونة الوسطى نعم الآن إحنا بنتكلم عن دولة مدنية نعم كويس دولة مدنية دي أنت عندك فيها حقوق مدنية بتأخذ بالقانون بالقانون يعني مساء تنزول زول أخذ يا أخي لو زول شاء الحاجة من يدك شاء الله من يدك أنت من المفروض تشيل منه بالقوة بالقانون تشيل عكازك وتمشي تشيل حاجتك لا ما دم السلوك لأنه بالآخر كده حتبقى القصة عبارة عن غابة نعم كل زول بيأخذ حقه الجوية نعم بالنسبة للجمهور طبعا برضو من الأشياء المهمة جدا نحن نتحدث عن الإعلام وعن الصحافة تحديدا نعم أنا فرأي أنه لسنوات طويلة وفي غفلة من الأجهات الرغابية كان فيه إصرار على إسكاء هذه الروح يعني يعني روح هلال مريخ قصة أنه يعني أنت ما أنت أسيا محتصم ممكن تكون هلالابي واخوك في البيت مريخابي أو ممكن تكون مريخابي واخوك هلالابي أنا شخصيا في البيت نحن مكسومين ما بين هلالاب ومريخاب في البيت وما فيه مشكلة ونتفرج الكورة مع بعض ما فيه زول فينا بتلسن عليه ثاني ما فيه زول بيقول كلام عندنا أني مجموعات من الجروبات فيها أصدقائي فيها جزء من رخاب وها جزء لاب باقي في الكورة بجومها كل زول نعم طيب ده مفترض يكون لكن سأتين تقوم الصحافة هي تلقى جريدة مكتوبة واحدة من الجرائد الحمراء ولا جرائد الزرقاء كانت بالليك أنه مثلا جمهور المريخ قادر على أنه هو يحمي مكتسبات النادي ولا تلقى مثلا جمهور الهلال يا اتحاد اعمل حسابك جمهور الهلال ياخذ ده ما تحريض على أنه تحريض على أنه جمهور ذا ممكن يحتدي على زول من الناس الاتحاد ممكن يحتدي على حكم المباراة لو جبت لين الحكم الفلان جمهور قادر على إنه ده أنا فرهينه ده عقوبات يعني مفترض يكون في قانون رادع لها في الفترة المقبلة ويحاكم كل من يحرط إن شاء الله تجيب الجريدة ده كل أمين من رئيس تحرير الحدي الغفير القاعد في الباب كلهم تجيبهم تفتح فيهم قضايا بسبب التحريض لأنه ده ده تحريض على الفكاب جرائم كبيرة في الوطن فعلا كلامك كابتن إبراهيم سليم يعني حتى الصغف السياسية حتى الإعلام التحريض مشكلة كبيرة جدا والآن الناس بيعاني من التحريض وفي كلام كثير جدا بيدوره يعني حتى على المستوى السياسي يعني ده مشكلة كبيرة جدا وتخلق فتن وتخلق كثير من الأشياء فالصحافة المكتوبة الصحافة المسموعة هي أحيانا بتكون هي أس البلاء وهي المشكلة الحقيقية وأنا كمريخي وإنت كهلالي بنقرأ وبنتابع مرات بحصل شحن وهناك الإنسان الضعيف هناك البسيط هناك اللي مر بتمشي عليه يعني نعم شوفوا الناس زبان بيتكلم عن صحافة جادة نعم وصحافة صفراء اللي هي التابلويد الآن إحنا عندنا نوع من الصحافة أسوأ منها اللي هي يعني اللي هي يعني صحافة الفتن صحافة كالفتن بأسوأ من الصحافة لأن الصحافة صفراء أصلا هي بتتعرض للأمور بصورة مفضوحة زي ما بقوله يعني لا تتهيأ بأنها هي تذكر الأسماء إنها تفضح شخصية إنها كده وتصهر يعني الأمور بتكون فيها مستندات ما ظهر في السطح مستندات مسروبة ومسربة بصورة كده لكن أن إحنا عندنا صحافة أسوأ من هذا الأمر محتاجة حقيقة يعني محتاجة لوقفة قوية سواء من وزارة الإعلام أو من اتحاد الميلي سلعال للصحافة طبعا مفترض الآن يتغير وحتى نغابة الصحفيين الآن اللي هي برضو هتتكون نغابة جديدة لا بد من أنه وأنا أعتقد أنه غانون نفسه محتاج لتعديل نحن نتكلم عن غانون صحافة أنا فرأي أنه لا بد أن يكون في غانون صحافة رياضية لأنه الأمر في الصحافة الرياضية في السودان شوية مختلف يعني أنت فيها أشياء مقبولة في الصحافة السياسية إنك أنت تحمل صحفي من أنه الدولة تعمل وأنه تعمل لي لكن يعني ما ممكن في الصحافة الرئاضية نزول كل يوم بيعمل لي في فتنة وتقول لي أعينه منظمة العفوة الدولية ضد أنه أنت تعمل طيقة أبراهيم نحن نمشي ونشوف المباراة القومية اللي بتهم البطن مباراة الهلال مع بلوتنيوم الزنباوي وفي البداية بعد ما تابعت الهلال في الفترة السابقة تابعت بلوتنيوم تابعت ما يجري الآن في أفريقيا بمباريات نتكلم شوية عن رؤيتك لهذه المباراة طيب أنا في رأيي أنه أولا الهلال محظوظ جدا أنه بعد نتيجة مباراته مع فريق المريخ أنه يكون مباراته مع بلاتينيا يعني لو كان في مباراة في الدوري كمان كان شوية الناس تصلح بنا وإن كان معظم الناس بتستبشر خير بأنه الهلال دائما الناس المتابعين لفريق الهلال أنه الهلال لما يلعب أمام فريق يعني أو يكون يلعب مباراة سيئة في الدوري سواء انت عادل أو خسير وبعدها مباراة فريقيا يقدم فيها مستوى طيب ويحقك فيها نتيجة إيابية طيب الحاجة اللي حصلت أنه الهلال لنا في رأيي كان معظوظ أنه مباراته أمام فريق بلاتينيا لأنه فريق بلاتينيا هو الأضعف في الستاشر فريق أنا فريقيا فنيا يعني هو مش حتى الأضعف في المجموعة هو الأضعف في الستاشر فريق الفريق دي تاني مرة وهو يصل لدور المجموعات على فكرة يعني السنة الفاتة برضو كان موجود في دور المجموعات في الأبطال لاحظ الهلال كان في الكنفدرالية وكان في الأبطال لكن رأيي أنه لسنتين هو كان محظوظ في القرعة بصورة كبيرة جدا يعني مرتين هو ما بلاقي فرق ذات غيمة كبيرة لا تاريخيا ولا فنيا يعني كدخلين من التاريخ ما مرات في فرق كده ما عندها تاريخ كبير لكن فريق متازر لكن فريق متحسابين هو جيد فريق جيد في الموسم ده لعب أمام فريق بيك بوليتس اللي هو فريق من ملاوي وتعادل معه صفر صفر في ملاوي وفاز عليه ثلاثة اثنين في ملعبه وما نتيجة يعني كبيرة يعني صح ثلاثة هداف لكن برضو فريق قبل هدافين ما عادت عنده مشاكل وطبع عنده مشاكل على مستوى حراصة المرعى فموضو ده بنجيه ليه جدا وبعد ذلك لعب مع يونيا وديسونغو الموزنبيغي فريق بن عرفه اللي هو كان أقصى الهلال الأبيض جاء الهلال أقصاهو وتأهل على حسابه للكونفدرالية في الموسم السابق وفاز واحد صفر في مباراة الرد في موزنبيغ كان خسران اثنين صفر وعاد وانتصر بأربع هداف لهدفين في أربع هداف كان فيها جزء أخطاء من دفاع الفريق يونيا وديسونغو وفيه واحد ركلة جزاء ذاته يعني زول العمل مفروض زي ما قوله يدقوه المهيب أنا في رأيي أنه الفريق سعدته ظروف كثيرة أنه هو يصل لهذه المرحلة لكن لو جينا السنة الفاتت برضو كان قرعته سهلة برضو لعب أمام فريق من الكونغو اللي هو في المرحلة الأخيرة ولعب بطل متغشقر في المرحلة الأولى وبرضو نتائج بشقة الأنفس كده وصل لدور المجموعات لو وصل لدور المجموعات جاب نقطتين يعني مثلا الترجي غلبه زهابه لعب مع حريد كوناكري غلبته في حريد كوناكري انتصر عليه في زيمبابو يعني ما كان فريق ما كان فريق مميز بصورة كبيرة الناس يتكلموا يقول لك بعدين أنا أنا تابحت يعني كم زهل جابهم يتكلموا عنه وقول لك وفريق بلاتيني يمي ستارس بلاتيني وما يسموه بلاتيني يمي ستارس بلاتيني يمي ستارس ده فريق جنوب وفريغي نعم ده فريق تاني ده فريق تاني زيمبابو ناس إحنا طعم مشكلتنا إنه الزهل بين نص معلومة يكونوا يبتدي يستلمى الميديا ويتكلموا إنه يتكلم عنه فريق وما عارب هو بترعاه شركة شركة تاني الثلاثين في زيمبابو يعني فريق إمكانياته جيدة وما فريق قديمي تتأسس في التنسعينات لكن عنده جملة لاعبين أنا أفرعينهم لحد ما قويسين خاصة في وسط المرعب طيب ديني نحن نجي أتكلم عنهم لكن نحن نمشي الهلال وحنشوف بعض مباراة المريخ كيد المباراة تختلف تماما تكتيك تكنيك لاعبين تتكرر هلال ممكن تشكيلته تختلف من تشكيلة المريخ بصورة كبيرة طيب هو المتابع لفريق الهلال بلقى أن صلاح معمد آدم في المباريات الأخيرة كلها احتمد على تشكيل شيء به سابتا في جزء منا فرضته عليه والظروف يعني مكره أخاك لا بطن يعني هو حلع بجمال سالم طبعا جمال هو الحارس الأول الآن في فريق الهلال بلعب عبداللطيف بوي وفارس وأطهر وسموأل إذا تمثل الشفاء لأنه كان بيعاني من مرض في الفترة السابقة إذا عاد سموأل حيكون سموأل هو ما في سموأل حيكون محمد المعتصم وذي برضو أنا أعتقد أنها هي مجبر عليها لأنه ما في خيارات أصلا تانية تاني ما عنده بقية أسماء موجودة في الكشف طيب في وسط الملعب بيلعب أبو آقل أساسي وبيلعب سليم أساسي في كل المباريات الأخيرة لصلاح وبيلعب محمد دراج أساسي وفي غالب الأمر بيلعب صهيف صهيف السعلب كلاعب رابع في وسط الملعب هو طبعا غير تنظيمه من 4-3-3 إلى 4-4-2 وفرأي أنه نجح بصورة كبيرة في أنه يحقق به نتائج طيبة ومواريات ممتازة يعني المباريات حيال العرب مثلا ليه فيها بمستوى طيبة الهيلات ظهر فيها بشكل جيد في الغالب دي التشكيلة اللي حتكون لعب إضافة لمحمد موسى وطيب بعد مستوى صهيفة ما ظهر به بصورة جيدة قد يجري تمديل في وسط الملعب أنا فريطا عنه لو دفع ابن نصر الدين شي غير حت تعيق الفريق بصورة كبيرة يعني الفريق حيبقى يعني إذا لعب نصر الدين إلعب على حساب محمد دراج ويتقدم محمد دراج للوسط الهجومي دي يعني حينجس اللاعبين المهاريين أصحاب النزعة الهجومية في الفريق قد يدفع بموفق ودي كده بتدي الفريق أنا إذا لديك التشكيلة جمال سالم وبوي واطخر وسامول وفارس وأبو عاغلة ودراج وسليم وصهيب ومحمد موسى وليد الشعلة دي تشكيلة دي تشكيلة لقدت أنا يعني هي نفس الأسماء اللي لعبت مباراة حي العرب واللي لعبت مباراة المنريخ بعودة ساموال نعم اللي هي نفس الأسماء نعم الأسماء إنه هو حيلعب سليم سليم ودراج الشغيل ما في الشغيل موجود موجود الشغيل بدل صهيب آه يلا الشغيل ده الكلام ما قدت لك طيب أنا فرأي إنه كده ده هي يبقى هنا هو شوية عمل شوية دفاع شوية آه يعني هو مدن الوسط شوية دي حتبقى على حساب النزعة الهجومية طيب ممكن تكون هي كبداية للمباراة أنك أنت تبدأ كده يسبت آه على أساسي أنك أنت ما تقبل لأنه فريق يعني أنت فريق زي ذا وفريق بالنسبة ليك مجهول أنا بالنسبة ليه شخصيا ما مجهول يعني شفت ليه وقتا من المباراة عبعته يعني فريق أنا ما شايفه فريق كبير خاصة إنه يعني فقد أهم لاعب فيه اللي هو لاعب رودويل رغم عشرة اللي هو ده سجل ثلاثة هداف من الأربع هداف اللي سجلها اللاعب تم عارضه ليه فريق في جنوب آه إفريقيا فبالتالي ما ما حيشارك في أي مباراة من المباريات في في البطولة الأفريقية نعم يعني فريق فقد هداف مبدئيا هو صن ضعيف نعم فدي هتكون عنده مشكلة على مستوحر أسطى المرمى اللي هو عنده الحارس اللي هو اسمه باتريس آآ منهل فيه مشكلة عنده مشكلة آه آآ ده آآ باتريس ده نفرع إنه من حراس ممكن يكون واحد من حراس الضعيفين جدا على مستوى أنا شاهدته قريب يعني نعم هو كابتن الفريق لكن ما يعني ما فدنان ما حارس مميز آآ عنده مشاكل كثيرة في بيطلع غلط في الكور كثيرة بكور أهداف سهلة بتخش فيه عنده مشكلة في في مسألة التعاون مع الكورات المحكوسة عنده مشاكل كثيرة آآ كثيرة آآ عنده آآ لائب مميز جدا اللي هو اللاعب آآ نيفر تيغري بلعب وسط على الجانب الأيمن لائب صاحب قدم قوية جدا مجهود وكبير آآ بيسدد من خارج المنطقة كثير ومن اللاعبين الهدافين آآ بلعب بتنظيم أربعة خمسة واحد بمهاجم وحيد وبالتالي أنت ما محتاج أنك تدافع كثير لكن أعتقد أنه الحوجة لنصر الدين شغيل في مقبل المباريات هي اللي بتجعل المدرب لا بدون أنه يعتمد به يعتمد عليه في هذه المباراة طيب بتتتكلم أنه في هذه المباراة أكيد أنت يعني الآن بتحلل الفريق وهو هو الفريق الجوي وأضعف فروق المجموع وزي ما قلت أضعف فروق الستاشر يعني ليه يعني أشرك الشغيل والشغيل دائما مهامه دفاعية أكتر لأنه أنا مثلا من الأشياء البعيبة على الهلال كان في مباراة المريخ أنه سليم برجع كثير يعني سبعين في المئة أو ثمانين في المئة من المخالفات اللي ارتكبت مع التيش ارتكب سليم ودي إشارة لأنه كان بيقوم بأدوار دفاعية كثيرة وكان بيطرع أنا فرعي أنه لاعب زي سليم لاعب زي صهيب ديل أنا ما برجعهم أصلا لأنهما أصحاب أصحاب نزعة هجومية ومهارات عالية جدا ممكن يعني أوليك الإضافة الهجومية وأصلا ما بتستفيد منهم دفاعين لأنهم ما ما قويين يعني أنت دائما في الدفاع بتعجل اللاعب القوي عنده المقدر أنه يستخلص الكورة بدون مخالفة عشان كده سليم أي تدخل له على التيش كان بيكون فيه مخالفة إنه أصلا هو ما بيعرف يعني ما عنده المهارة الدفاعية الدفاع ده مهارة قال على الكورة ده مهارة زي في أنت ما تصم زول خطة لعب قورة في زول بيتيجي ياري يام وزيل عنده مغناطيس شعر منك كورة بدون بدون يجعل واطا بدون شعر منك كورة كده بدون ما أنت تدعب وفي زول على العكس تماما أنت قدري ما تخوش عليه ما بتقدر تقلع منه الكورة دي برضو مهارة صح وفي زول بأس يعني لا يخطئ في لعب البأس وفي زول شوت وما بتطلع منه ثلاثة خشبات المهارات كثيرة في كورة الغدم ووحدة منها مهارة افتكار كورة طيب الميزة بتبقى هنا أنه حيلعب بثلاثة لعبين وسط مدافعين نصر الدين هو في الوسط أبو عادل على اليسار ودراج على اليمين وسليم في صناعة اللعب خلف محمد موسى و في حالة هو ما حيبقى لعب أربعة ثلاثة ثلاثة لأنه يبقى لعب أربعة ثلاثة ثلاثة هتكون مشكلة أنه في وسط الملعب ما عنده صانع لعب أصلا لأنه الثلاثة هما هما كويسين جدا استخلاص الكورة ما عندهم مشكلة لكن بتبقى المشكلة بعد ذاك في سماعة بلعب الباص السهل اللي هو الجريبة العادلة طيب بيبقى حيعمل الفارق اللي هو إنك أنت محتاج تمرر إنك تتخلص من لاعب والتاني إنك تلعب وانتوش هندوك الكورة تمرر باص بيني تجي فرص دي حيعمل سليم فدي يبقى المباراة بتعتمد على إنه محمد دراج وابو آقل يقوم بأدوار هجومية جيدة وسليم يكون فريق سيكون متراجع في منطقته ويحتمد على الكرات المرتبة طيب فريق زي ذلك كابتن إبراهيم وفريق هو أكيد عارب قدراته وعارب قدرات الهلال هل بدأ تفكر في خوف من الفرق اللي أصلا هي لنقول ما عندها شي تخسره طيب شوف دايما الكلام اللي قاله ليزوي سويسوي اللي هو المدرب فريق بلاتينيام عنده تصريح في موقع الكاف قال أنا يعني بلعب أمام فريق عارف عارف قيمته وعارف هو تاريخه وشنو ولكن الفريق ده ما يتخيل إنه هو جاي في نسهة يعني إنه إحنا جينا هنا إشان نخسر منه لا المفروض يكون عارف إنه حيلاقي فريق عنده المقدرة إنه يعني حق النتيجة وأنا قال درست فريق الهلال كويس وعارف كيف أقدر حقق نتيجة إيجابية في أمدرمان طبعا مرات كثيرة ده بكون زي ما أقول شغل نفسي للاعب إنه لإجابة الفريق الخصم ولمدرب الفريق الخصم لكن ده ده يعني الكورة الآن عودتنا على كده إنك إلا بد من إنك تحضرم الخصم يعني شاهدنا بالأمس منشستر يونايتد خصران من فريق أستانا اللي هو بطل كازيخستان فريق الأرسن الخصران من انتراك فرانكفورت وهكذا فإنت بيبقى الإسم ما بالعبكور لا إسم اللاعب لا إسم الفريق يعني ما تقول لين عندي فلان وعندي فلان وسجلت فلان وسجلت فلان لا لعبة ديال انت كيف وده دور المدرب ودور الأجهزة الإدارية والنفسية كيف تقدر توصل فريغك ليه المباراة في ظروف نفسية أنا قبل كنت في البيت كنت بتكلم مع أبو عبيد أخويك عن يعني دور التدريب قلت لها أخي نحن 2017 لما مشينا تونس وقعدنا العشر أيام القعدنا دي فيها يوم بنتمرن ساحتين الفريغ ده وصل مرحلة من الجاهزية قلت لها لما ابتدت المباراة من النجمة الساحلة زي دم الهلال لأنه لعبه بتجانس الناس حافظين كل زول عارف عارف جاري عمشن عمشن كان في جراية حقيقية يعني المدرب قرر الخصم بصورة كويسة ووضع تشكيلة مناسبة كان الهلال ممكن يطلع منتصر بثلاثة أهداف على النجمة الساحلة ولو الأقطاع الحكم في تلك المباراة فأنت أنا أعتقد أنه الآن صلاح إذا قدر يوصل الحداشة اللائبة إنه هم جاهزين قدر يعمل التوليفة المناسبة اللي يتوصل لمرمى الخصف في تيانس لعب على مناطق الضحف في الفريق فريق عنده ظهير أيسر بيقوم بأدوار هجومية كبيرة لكن ضعيف جدا على المستوى الدفاعي لو لعب في المنطقة دي بإمكان فريق الهلال إنه هو ينتصر ودي ثلاثة نقاط مهمة خاصة إنه المباراة الأولى فيه احتمال كبير إنه تنتهي تعادل لأنه الأهلي يلعب أمام تونس في نفس التوقيت أمام فريق النجمة السائل لو انتهت عادلية الهلال بيكون مصدر فريق إنك أنت تمشي تلعب الجولة الثانية وإنت مصدر المجموعة الناحية نفسية بغض النظر إنك تلعبت أنا عندي ثلاثة نقاط أنا متقدم ما هو في النهاية فرق في مجموعة أنا مصدر هذه المجموعة بصف النظر لأنه ترتيب المباراة في أحيان كثيرة يعني لو تذكر أنا بعد كاس العالم مباشرة كان سبب مباشر في خروج المغرب من كاس العالم كان ترتيب مبارياتها المباراة الأولى ما كانت أمام إيران كانت ضد أسبانيا أو أول برتغال وحقها جديد نتيجة إيجابية كان ممكن تجي تنتصر على إيران كان ممكن تجي لمباراة إيران وهي ما محتاجة لانتصار الدرون كان بيهكلها كان حتلعب بشكل مختلف وتنتصر على إيران ترتيب المباراة عنده أثر كبير لو عرفتها تستغل بصورة وبالعافية العامل النفسي دور كبير جدا بالتأكيد يعني الآن الهلال أنا متخيل إنه اللاعبين هيدخلوا مباراة غير إذا كانت هذه المباراة أمام النجمة الساحلة والأهل القاهرة خاصة هم كانوا مهزومين ومن مريخ بهدف في هذه المباراة أكيد اللاعبين هيكون عندهم إحساس أعلى وأدور نعم وحيكون المسألة عندها انعكاس حتى على مباراة الهلال القادمة اللي هي الجمعة المقبلة أمام الأهل في القاهرة يعني الفريق كبير إنك أنت تمشي إن أنت منتصر وتمشي إن أنت متعادل أو خسران على ملعبت في الجولة الأولى كابتن أبراهيم عددنا اللاعبين بغيبنا الهلال يعني لو رجعنا عمار الدمازين له فترة طويلة هل تفتكر عدم موجود عمار الدمازين في مستهاز المباريات ونزار حامد يكون عنده تأسير طيب أنا أقول أنه عمار عودته الآن في توقيت مناسب بالنسبة لفريق الهلال وإن كان يعني لو كان رجع قبل شوية كده لأنه شغال تأهيله وفترة طويلة لعب في مباراة وديها من فريق الأحرار وظهر فيها بشكل طيب يعني فرائي لكن طبعا ما بتقدر تخاطر تلعبه في مستهاز المباراة إمكن لو الهلال انتصر بنتيجة كويسة في المباراة يدخل فيه المدرب لكن ما أعتقد أنه حتى حيكون من الأسماء الموجودة في القائمة ما أعتقد لكن لو موجود في القائمة تأكد أنه لو الهلال مثلا يتقدم بهدفين حيكون أول فكرة المدرب أنه يعيد لجوء المباراة الأفريقية من أجل أنه يشركوا لأنه أعتقد أنه الهلال في مباراة عمو الأهل المصري حيكون محتاج لمجهود كبير وشغل كبير جدا على مستوى تنظيم خط دفاعه بشكل الدفاع اللي عبيه والأخطاء اللي كانت في مباراة المريخ وفي مباراة الأمل وفي مباراة هلال كادوكلي الهلال معرض لأنه يعني يخسر بين ما ننسى أنه الأهل المصري عنده لعبين ينافسوا على هداف هذه البطولة هداف هذه البطولة إلى الآن كريمة العريبة في النجمة الساحل يعني أنت هتلعب عمام فرق هجوم قوي فأنت محتاج أن يكون عندك دفاع جيد لشأن تقدر تحقيق نتائج إيجاب هلقى العمار اللعب كثير وخبراته أكثر وبيتميز برضو بالعنف وبيتميز ببعض الصفات إيه حتى المعرفة يعني المعرفة المكانية للخانة يعني أنت إنشان تكون تلعب في خانة معينة عارف عندها متطلبات عارف المساحة اللي أنت بتتحرك فيها وحدد في الحركة وعارف زملائزات وحركتهم وظاهر يعني اللاعب البلعب في الخانة هو اليوم واللاعب في اليوم سنتين لأنه إيران عبدالله أفيدي فهي بدأ يأخذ وضعه كلائب في قلب الدفاع الهلال لأنه له ثلاثة سنوات سماوانوانفراهي برضو أنه يعني نجع يدفع بالهلال دفعة قوية لو جمعون عمار بيقو ثلاثة في قلب الدفاع أمام أهل المصر أو أمام النجم السائلي ممكن الهلال الحقيق نتيجة ممتازة طيب عندنا نفاصل على شاي طيب أنا ممكن طيب نزار حامد طبعا موقوف في هذه المباراة لأنه هو القرار الجاء من الكاب يقاف لمباراتين يعني توقف المباراة اللي هي مباراة ننبا مباراة الإياب وهذه المباراة وبرضه من حظ الهلال أنه وقفة نزار تكون في هذه المباراة لأنه الهلال بحقيل نزار في مباريات أهم من المباراة كثيرا زي مباراة الأهل والنج وجود نزار يفريق كثير بوسط الملعب دي برضه ابتدي يعني فترة بتاعة أسبوع اللي يلاعب أصلا عايد من إصابة ومع التماريم بيكون في قمة جاهزة وإن شاء الله يقدم مستوى طيب أمام فريق الهلال نعم قبط الإبراهيم أنا بحييك وبشكرك وبنتمنى الهلال والانتصار وهو الممثل الوحيد أصبح للكرة السودانية نعم هو نحن حتى على مستوى المنتخبات الآن بقيت إننا مشكلة وأزم منتخباتنا ما رقت لكن أنا أتمنى يمشي قدما في هذه البطول على الأقل يتخطى دور المجموعات إحنا ما نكون طماعين يعني ده مستوى الآن في الكورة إنه إحنا لما نصل للمجموعات مفروض نفرح لأنه بعد نطير يعني فرقنا بيطير من الدور التمهيدي بيطير من حتى المجموعات ما قاعد ندهل منا نتخطى لدور التمانية لو وصير هلال لدور التمانية فرق إنك تكون واحد من أفضل تمانية فرق في الغرة الأفريقية دي حاجة كبيرة خلينا من بعيد عن كلام يغازل الأميرة السمراء وكلام الجرائد ده إنك تكون واحد من البيج إيد في الغرة الأفريقية بما حاجة سهلة لبلغ قدراتنا وعانت في الفترة الأخيرة السابعة الآن تعاني حتى على الوضع الاقتصادي بصورة كبيرة نعم أكيد تحديد إنك تحديد هدفك ده شيء مهم جدا وما نمشي مع الصحافة زي ما قال كبتل أبراهيم بتكتب أشياء أساسا هي على أرض الواقع صعبة جدا إن كان المريخ أو كان الهلال أو كان أي فريق من الفرق يعني إحنا قدراتنا وإمكانياتنا في ظل الظروف الرهنة ما بتمشي أكثر من كده إلا تبقى صدفة ولا شنو يا كبتل أبراهيم؟ بالتأكيد ولو وعلى فكرة يعني حتى الناس يتكلم وقول لك يا أخو الله الهلال لو جاب ما عارف منه كده ممكن شيء البطولة الأفريقية يا أخي ميسر بمشي بالعامة على الجندي ما بشي لي حاجة لأنه ما في نفس المنظومة لائم ممكن يغير شكل فريق ولا أفايا يعني إحنا محتاجين لعمل كبير يعني إحنا ستكلمنا عن مستوى الهلال والمريخ وممكن يقدموها وهكذا وإنه الهلال الآن في البطولة الأفريقية ممكن يقدم كده ومنتخبنا ممكن يعمل كده لكن بصفة عامة بصفة عامة الكورة السودانية ليست بخير محتاجين لعمل كبير في أنه إحنا نطور اللاعب السوداني محتاجين أنه إحنا نطور الإداري السوداني محتاجين أنه نطور الحكم السوداني محتاجين أنه نطور المشجع السوداني ونرتقي به لإشان نتكلم يعني إحنا كبير هاجمنا قلنا الله سلوك ده ما سلوك كورة لكن الكورة قاعد تتلعب بذاتا عم تجبعها الكورة حيثاً هذه كلها محتاجين لكن أنا حركز على اتنين الإدارة والإعلامي هم أس بلاء في كثير من الأشياء أنا طبعاً قاعد أقول أسباب التأخر الحصل في الكورة في السودان كله أسباب إدارية إدارية بدءاً من الوزارة وإتحاد الكورة الاثنين اللي هم المفترض يشتقلوا بإمبرالا لإنشان يقودوا السودان مع بعض الاثنين نعتقد أنهم فيهم أصور كبيرة نتمنى يعني ربنا نصلح الحال مع هذه الحكومة ونمشي لقدام شكراً كنت أبراهيم إن شاء الله شكراً أهلاً محبك كنت أبراهيم سليمان سعدت بوجودك معي ونتمنى للهلالة والانتصار مشاهدي العزاء هنأخذ فاصل نتابع فيه بعض الأهداف ثم يعود الزميل سالم سعيد إلى مجلسه أهلاً سالم